اشتركوا في القناة بنات وشباب وكان متى سبوعين زي العادة وعننا أربعة طلعات تدريبية ورش عمل كانت ثلاثة منها في طرابلس وزدنا بفوقها ثلاثة تانيات من ضمنهم زوز خارج طرابلس واحدة تحديداً يفرن جميلة وواحدة إلى سلاتها جميلة وإلى ترهونها جميلة كانت عاملنا السبتين المتدربين وعائلاتهم تبارك الرحمن داروا ألفا وأصبحوا كأننا جروب فضل الله سبحانه وتعالى مما شجع المتدربين أنهم خشوا لمجال التصوير فهم أقرب الآن إلى مصورين فنانين وليس مصورين فقط هذا الحفل وحفظه زي العلل الشهايد لهؤلاء المتدربين وزيما شفت حفظتك وكذلك فنانا شفتوا أن حضوره الممتاز يشهد لهذا الحضور اهتمامهم بأبنائهم كعائلات والضيوف أنا أحد المتدربات اللي كنت مع في الكورس اللي مع أستاذ رحمد ترهوني وعطاني فرصة أني نتعرف أكثر على التصوير وأنني أنا نزيد نجتهد ونكون إن شاء الله ومصورة مشورة ومحترفة في المستقبل وهذا من ناس عالية هو بداية في التصوير كانت بشوية بشوية كنت مصور بالتليفون ولقيت تعليقات إيجابية هلبة وطبعاً أنا عندي زوز تعليقات ثلبيات بس أنا هدو اللي زادو شجعوني غير الإيجابيات تصوير التغرافي طبعاً بالأساس هو هواية لكن لابد أن يتبع الهواية هذه معرفة بالأسس متع التصوير لأن حتى تكتب الهواية ويكون المخرجات بشكل احتغافي جميل يعني كثير من المتدربين اللي مروا بنا في الكورسات عندهم أعمال جميلة مقبل الكورس لكنهم يأكدوا أن هذا كان مهوش بخلفية مدروسة يعني زي ما نقول بمحل الصدفة أكثر منها دراية بأسرار الكاميرا وأسرار تكوين الصورة الجميلة بعد الكورس زي ما حاضرتك تواشفتي الأغلبية يقولك أنا يتوى حالياً ما كنتش نصور بالأساس بعد الكورس أصبح عندها دراية بتكوين الصورة جماليات الصورة بالتأكيد هي مهمة جداً لكل هاوي تصوير بكل محترف سواء في المجال الإعلامي أو مجال السينمائي أو بمجال إخراج الأفلام إن أخيري هذه الدورات مهمة جداً لأي مهتمة تصوير فتغرافي نعم 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 نعم